اشتركوا في القناة 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 في الجنة هذا ماذا؟ معنى ناحية تتعلق بأنس الإنسان المادي هناك أنس معنوي ادخلوها الملائكة ماذا تقول؟ ادخلوها بسلام آمنين أمرين هناك أمرين بسلام يعني بدون أذية بدون إزعاج بدون حسل بدون مواجهة إشكاليات تؤذيكم طبعا عند الدخول إلى الجنة قبل الجنة خب حسب الإنسان عند الدخول إلى الجنة ادخلوها بسلام من المتقين؟ ادخلوها بسلام وآمنين يعني لا يوجد عليكم مخاطر في حالة طمأنين النفسية من هذه الناحية بعد ذلك ماذا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل وهذه ناحية معنوية عظيمة أنه الابتعاد عن كل ما يسيء الإنسان ويجعل عنده حالة فوضى نفسية الحقد العذاء مع الآخرين النفور النفسي نفور النفسي كما أنه يكون فيه أذية للطرف الآخر يكون فيه أذية لنفس الطرف الذي يعاني من حالة من حالة عذائية من حالة سلبية تجاه الآخر فإذن في عندهم حالة استقرار من هذه الناحية وأيضا حالة أخوة هذه حالة الأخوة التي يمكننا أن نحفظها في هذه الدنيا هي من أهم الأشياء التي وعليكم السلام ينالها الإنسان في الآخرة هم أخوان فعملية الأخوة هذا القرب الشديد والأنس الحاصل من هذا القرب هو من نعيم الجنة أيضا وهو نعيم معنوي كما ترون فهل يا ترى لا يمكننا أن نصفي قلوبنا في هذه الحياة أيضا قد لا يمكننا أن يكون عندنا جنات وعيون بالمعنى الذي هو في النعيم المادي الذي لا يمكن أن يقاص بنعيم الدنيا بنعيم الآخرة ولا يمكن أن يكون إلا إشارة إليه لا يمكننا ولكن يمكننا أن نسعى لتحصيل النواحي المعنوية بقدر كبير لا قد لا يمكننا أن نحصل الأمان الفردي أو الاجتماعي لأن هناك مؤثرات كثيرة في ذلك والسلام في هذه الدنيا ولكن يمكننا أن نزيل الغل من قلوبنا أن نزيل الغل من نفوسنا أن نقرب فيما بين المؤمنين وأن نعيش حالة الأخوة الإيمانية فنكون قد تشاركنا في نعيم الجنة في هذه الدنيا قبل أن نتشارك فيه في الآخرة على سرور المتقابلين أيضا باب آخر من باب النعيم التواجد مع والتواجد بمستوى متقارب أو بدون الإحساس بفوارق كما نشعر بها في هذه الحياة الفوارق الطبقية الموجودة التي التي تؤثر على صفاء العلاقة فيما بيننا غالبا هناك على سرور المتقابلين لا يلحظ هذا الجانب صحيح هناك مراتب في الجنة ولكن الآية تقول حالة التساوي في هذا المجال هي من إحدى نعم الجنة التي يصل إليها الإنسان إن شاء الله بتقواه هذه كلها نتائج للتقوى هل انتهت يقول لا لا يمسهم فيها نصب هذا جانب مادي طبعا ولكنه حال الجنة هنا لا نستطيع غالبا أن نصل إلى كمال اللذة في الأمور إلا بعد الحرمان منها في أكثر الأشياء إذا كان الإنسان ممنوعا عن الشيء ووصل إلى ما يرغب به وما يلتذ به يجد له لذة أكبر فالتعب والنصب والحرمان هو باب لزيادة الإحساس بما يرغب به الإنسان هناك لا يصل إلى كل مأربه وكل لذته بدون أن يكون هناك نصب لا يصيبهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين فإضافة إلى عدم إصابتهم بالتعب والنصب والجهد والعناء والبلاء أيضا لا يوجد عندهم هم هذا جانب معنوي هم أن يواجه الخروج من هذا النعيم ليس موجودا عندهم الإنسان في هذه الحياة يعاني من خوف من الخوف مما يواجهه في مستقبله يعاني من عدم الأمن من الحوادث التي تحصل معه من نعمة هو فيها أن تزول عنه ولكن في الآخرة لا هو آمن بأنه سيبقى في هذا النعيم خالد في هذا النعيم وهذا زيادة اطمئنان وراحة وأنس لا يمكن أن يجدها الإنسان في هذه الدنيا إذن ما يمكننا أن نحصله بأنفسنا أن نحصله بأنفسنا في هذه الحياة فلنسعى لتحصيله صحيح لن يكون في أعلى مراتبه ولكن المؤمن يمكن أن يصل إلى مراتب جيد من الطمأنينة والثقة بالثقة بالله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة